اشتركوا في القناة في القناة ما مخللها واحد ما قائل له هو هذا الزهد الحقيقي لا أدري خطر في بالي طريفة تنقل عن أعرابي دخل إلى المسجد فأخذ يصلي فكان يحسن الصلاة يطيل الركوع والسجود وكانت قراءته جيدة مجموعة من الناس كانوا يجلسون وراءه فبدأوا يمدحون صلاته واحد يقول للثاني خوش يصلي هذا قرأته مضبوطة شوف ركوعه شلونه مرتب هو يسمعهم هو قام يطول أكثر بالركوع والسجود والجماعة مشغولين بمدحه إلى أن أكمل صلاته وصل للأخير سلم بعد ما سلم دار وجه عليهم قالهم وآن اليوم هم صايم حادثة الأعراب هذه هي أقل بكثيرا من حادثتي وملحمتي صاية وعباءة أسستاني ما أخلي له واحد ما قايل له خوش زهد هذا زهد مرتب من الدرجة الأولى هذا زهد خمس نجوم أنا أقول للأبو محمد رضى إذا كانت القضية هالشكل لعد ليش قضية عمر موسى كانت بالسر عمر موسى في كتابه الذي عنوانه كتابية في الجزء الثاني سنوات الجامعة العربية هذه الطبعة طبعة دار الشروق القاهرة مصر إنها الطبعة الأولى إنها الطبعة الأولى 2020 ميلادي إذا ذهبنا إلى صفحة 111 وهو يحدثنا عن لقائه بالسيستاني والذي كان في يوم السبت 22 عشرين ألفين وخمسة ميلادي في النجف في بيت السيستاني عمر موسى يقول وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الأمين العام يا أخي العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران زناي ليش ما قلتها بشكل علني يا أبو محمد رضا صحتك وعباتك بليت الناس بها الراهي حرات تقول لها عنها وتحلف لها بالزهراء وتحلف لها بالأيمة اللي هم بصفق وما تروع الزروم أمير المؤمنين بصفق وسيد الشهداء بصفق وما تروع الزروم بس بلتهي تحلف بيهم حتى تضحك على ذول اللي يجونك تبيني لهم أن صايتك هل قد عمرها وعباتك هل قد عمرها بس هذه بالدفن بالسر وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق ولما خرج الجميع قال السيستاني يا سيادة الأمين العام يا أخ العزيز عمر موسى سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران قلت له أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق رد علي مكررا ذاتها العبارة يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني يعني محمد رضا السيستاني واتفق على التواصل ووسائله هذا قاعد مع ابن حلي بغرفة على صفحة وهذا طلع الوفيت وحشوا يا بسر بس الصايا والعفاية يتم الحديث عنها في كل مكان أين تضعون هذا في أي اكتزاوية هذا مصداق للذي ينصب الدين فخا كي يصطاد الناس بهذا الفخ رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عمر موسى هذا هو كتاب عمر موسى الذي قرأت عليكم منه من صفحة 111 اعرضوا لنا صورة عمر موسى مع السيستاني وهذه لوحة فيها صورتان صورة لعمر موسى وصورة للسيستاني واعرضوا لنا مقطعا من فيديو يتحدث فيه عمر موسى عن نفس هذا الموضوع عبر قناة آسيا وفي برنامج ساعة مع هارو طيب في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة آي تمام مكتوة في الكتاب عايز ازمعها يعني عايز مش بس العينين لما الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ناس كلمتي رجاء اعرض لنا اللوحة التي فيها كلمة السيستان هذه هذه الكلمة التي تكشف عن خيانة السيستان لشيعة العراق إذ يلقي بهم في أحضان قتلتهم نحن نتحدث عن سنة 2005 2005 كانت الدول العربية تبعث لشيعة العراق ب ماكنات القتل الوحشي وهذا السيستاني حفاظا على مرجعية مستقبلية وهذا السيستاني وهذا السيستاني لأجل أن يضمن مرجعية ولده محمد رضا في مستقبل الأيام خوفا من إيران يلقي بالشيعة وبالعراق في أحضان أعدائه هكذا هي مرجعية النجف هذا هو صمام الأمان في ضوء هذه الحقائق افهموا بيان السيستانيين بيان مكتب السيستاني عن الانتخابات افهموه في ضوء هذه الحقائق وقرؤوه في ضوء هذه الحقائق أنا لست منشغلا هنا بموضوع الانتخابات رسالتي المفتوحة إلى مراجع النجف تتحدث عن واقعنا الشيعي بعيدا عن السياسة وتفاصيلها ذلك أمر مترك لأهله ولا شأن لي به لكن ني جعلت بيان مكتب السيستاني بخصوص الانتخابات مفتاحا للحديث ليس أكثر من ذلك في أيام زيارة الأربعين يحدثون نا من أن السيستانيين نشروا كثيرا من الأشخاص بين الزوار كي يحدث الزوار بكرامات ومعجزات للسيستاني ويقولون لهم من أن السيستانية ليليا يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين بعد منتصف الليل بوقت طويل هروبا من الرياء إذن كيف أنتم علمتم بذلك الشيعة البهائم يصدقون ما سأل أحد منهم إذن أنتم كيف علمتم بذلك كثيرون يتحركون بين الناس ويخبرون النفس بهذه الكرامة إذن كيف علمتم أنتم بذلك ثم إذا كان السيستاني يحافظ سرا على عباداته لماذا يخبر الجميع القاص و الدان عن عمر عباءته و عن عمر صايته فهؤلاء الذين تحدثوا لا يجرؤون أن يكذب على السيستاني إنما السيستاني هو الذي كان يكذب عليه كل شخص حدثنا بعمر للصاية أو للعباءة وبغض النظر عن الاختلاف في التقديرات الزمانية لماذا يحدث الجميع فإذا كان يحافظ على سرية عباداته وسرية زياراته لأمير المؤمنين لماذا يفعل ما يفعل في شأن زهده و شأن عباءته العجيبة و صايته الأنتيكة لو كان الأمر هكذا لماذا إذن يزورون له صورة ل زيارة ل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لماذا يأخذون صورة محمد باقر الحكيم و يقطعون الرأس منها و ينصبون عليها رأس السيستاني و هذا يبث لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب على قناة كربلاء الفضائية إنها القناة السيستانية الرسمية هذه مقدمة البرنامج الذي تعرض فيه هذه الصورة المزورة لهذا المرجع الذي يزور أمير المؤمنين بعد منتصف الليل فرارا و هربا من الرياء لعد هذه الصورة المزورة شنو هذا مو بس رياء هذا رياء و دجل و كذيب و احتيال و طيح اتحاب و طيح صبوخ و خيانه و اقولوا ما شئتم اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على جانب من انشودة مراجعنا نور المصطفى ما يطفه النور سور الدين علي يبجه السور هو الله و نبي و علي حامل الحميه يا شعبين البريه جبين المرجعية جبين المرجعية يرفضون الخيانة لسلون الأضانة يحفون الديانة لحد يوم البنية لحد يوم البنية من سوء توفيقهم يقولون يرفضون الخيانة يحصون الأمانة يحفظون الديانة لحدهم المنية ويطلعون الصورة المزورة هذه هي الصورة المزورة للسيستاني هذه الصورة في أصلها لمحمد باخر الحكيم قطعوا رأس الصورة وجاءوا برأس صورة للسيستاني وألصقوه بجسم محمد باخر الحكيم هذا الشكل يقولون يرفضون الخيانة من جو يصونون الأمانة من جو يحفظون الديانة من جو لحد يوم المنية هذا هو الواقع هذه قناة كربلاء القناة الرسمية للسيستاني هذا هو الزبط تلاحظون أن الدجل والتزوير والكذب والدس والخيانة في كل صقع من أسقاع مرجعية هذا الرجل في شخصه في الذين حوله في مؤسساته وهذا ما هو بأمر خاص به كل المراجع الباقين على نفس هذه الطريقة وإذا مات إن جاء ولده فعلى هذه الطريقة وأسوأ وإن جاء غير ولده فعلى هذه الطريقة وأسوأ القضية القضية لا ترتبط بالأشخاص القضية ترتبط بالمنهج وبحوزة هذا ذيدنها وهذه جديلتها وسنتها منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حيث أسسها الطوسي رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني في الفيديو هذه الصورة التي عرضت في الفيديو اعرضوا لنا الصورة الأوضح الأصل لهذه الصورة هذه الصورة الأصل أعني بالصورة الأصل بالصورة المزورة الأصل اعرضوا لنا صورة محمد باقر الحكيم هذه صورة محمد باقر الحكيم هي الصورة الأصلية الحقيقية أعرض لنا الصورتين معا هذه صورة محمد باقر الحكيم الصورة الأصل وهذه الصورة الثانية الصورة المفبركة المزورة للسيستاني التي تعرض على قناة كربلا في إنشودة مراجعنا مع قول الإنشودة يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية ونقبض إحنا من دبش رجاء يعرضوا لنا صورة رأس السيستاني ومن أين جاءوا برأسه هذه الصورة والأصل السيستاني اختطع هذا الرأس وركب على جسم محمد باخر الحكيم بعد أن قطع رأس الصورة هم ذول يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية نذهب إلى فاصل عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال قلت وما يعني بالتزايلهم قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله أمور بسيطة في بعض الأحيان تنتشر على الإنترنت أو على ألسنة الناس بخصوص السيستاني يبادر مكتب السيستاني في النجف بإصدار البيانات أو أن يتحدث متحدث عن المكتب لنفي تلك الأمور البسيطة على سبيل المثال في أحد المرات نشروا صورة لشخص طاعن في السن يطبر يقوم بممارسة التطبير التطبير الحسيني المعروف وانتشر على الإنترنت وبشكل ليس واسعا جدا من أن هذا الرجل الطاعن في السن هو السيستاني فكذب هذا الخبر من قبل مكتب السيستاني بشكل سريع فلماذا لم يرد على قناة كربلاء الفضائية في مسألة تزوير صورة السيستاني ولماذا ولماذا هذا الأمر ليس مهما الأمر المهم هو هذا الذي أريد أن أطرحه بين عيديكم وكلاء السيستاني يخبرون الشيعة من أنه نائب صاحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب في أن الإمام الحجة أمر الشيعة بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقعة ومن أنهم حجة الله ومن أنهم حجة صاحب الزمان وهو حجة الله وهذا كذب محط بغض النظر عن معنى التوقيع الشريف لأن السيستانية نفسه لا يؤمن بهذا التوقيع هذا كتاب من كتب السيستاني عنوانه الإجتهاد والتقليد والإحتياط وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير 2020 ميلادي وهذا هو الجزء الخامس عشر في مجموعة كتبه وآثاره صفحة أربعة وثمانين وهو يتحدث عن توقيع إسحاق ابن يعقوب فماذا يقول فظهر أن التوقيع مخدوش سندان وغير قابل للاستدلال به فلماذا تستدلون به وتضحكون على الناس يا وكلاء السيستاني ولماذا يا أيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة ما هكذا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن السيستاني نائب صاحب الزمان وتستدلون ما هكذا يضحكون عليكم من أن السيستاني نائب صاحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق ابن يعقوب بينما السيستاني لا يؤمن به ولا يقبله هو يقول هكذا فظهر أن التوقيع مخدوش سندا من جهة السند لا يقبله وغير قابل للاستدلال به من جهة المتن فهو لا يقبله لا سندا ولا متنا فلماذا يا وكلاء السيستاني وحتى بقية المراجع وكلاؤهم أيضا يضحكون على الشيعة بنفس هذه الطريقة ربما بعض الوكلاء حمير إن لم يكونوا جميعا لا يعلمون من أن السيستانية لا يعتقد بصحة التوقيع لا من جهة السند ولا من جهة المتن فأكثر المعممين الذين تشاهدونهم في الشوارع حمير حمير هذه هي الحقيقة وأما الرواية التي يضحكون بها على الشيعة أنا أقبلها أعتقد بها بحسبهم هم الرواية التي هي رواية التقليد الرواية الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدها الرواية طويلة فيستدلون بهذه الرواية أيضا على التقليد وعلى النيابة عن صاحب الزمان هذه الرواية أيضا السيستاني لا يقبلها صفحة 428 يقول في الكتاب نفسه قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة إلى أن يقول في صفحة 429 إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السنة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها فألا يعتقد بصحتها فلماذا تضحكون على الشيعة بهذه الروايات التي لا يعتقد السيستاني بها ولماذا يعيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة هكذا يضحكون عليكم وكلاء السيستاني ووكلاء سائر المراجع وأنا أقول للسيستاني ولسائر المراجع لماذا تضحكون على الشيعة تضحكون على الشيعة في كل شيء بيان الانتخابات تضحكون فيه على الشيعة هذه قضية الدستور والخوانين وقضية حرب الفساد وقضية احترام أصوات الناخبين كل هذا ضحك على الذقون عمليا أنتم فعلتم ولازلتم تفعلون بخلاف ذلك بشكل واضح وصريح من دون حياء من دون خجل أما حكاية الصايا والعبايا صارت بلاي ملحى يهب محمد رضا صارت حكاية جايفة صارت بلاي ملح بلاي ملح يعني من دون ملح بلاي ملح يعني من دون ملح أما الصورة المزورة والحكاية المزورة والقصة طويلة وهذا التبليغ الكاذب يثبتون النيابة لصاحب الزمان بروايات السستاني نفسه يكذبها لا يعتقد بها ألا تلاحظون أنكم مضحكة مضحكة بامتياز وأعود إلى مراجع النجا إلى السستاني وإلى البقية إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة على شيعتكم ما هم بشيعة أهل البيت قطعا لو كانوا شيعة لأهل البيت لسددوهم الإمام الصادق هو الذي يقول في رواية التقليد هكذا يقول إمامنا الصادق لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام شيعتهم شيعة أهل البيت أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ملبس يعني كلاوشي كذاب مزور دجال بالضبط مثل هذه الأوضاع هذه الأوضاع التي مرت علينا في هذه الوثائق السستانية هي التي تشخص لنا من أن الرجل ملبس لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء الحوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله الذي هو ذلك المرجع الملبس الكافر ويجمع على من أضله لعنة الدنيا وعذاب الآخرة هؤلاء لو كانوا شيعة لسددوا من قبل صاحب الزمان لكنهم شيعة المراجع شيعة الطوسي مساكين هؤلاء هذه الحقائق بين أيديهم لكنهم لا يريدون أي هذه الحقائق بين أيديهم لكنهم لا يريدون أن يشربوا الماء من العيون النظيفة الطاهرة لقد عودوهم أن يشربوا المياه الأهسنة إنهم يشربون المياه الثقيلة مياه المجاري فالعيون نوعان عيون صافية هي عيون علي وآل علي هذه ثقافتهم وعيون كدرة وسخة نجسة هي عيون السقيفة بن ساعدة التي هي بعينها عيون حوزة الطوسي حوزة النجف التي هي بعينها عيون حوزة الطوسي حوزة النجف وكربلا نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطما فمكثوا ألف دا ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد أعتقد أن سؤالي صار واضحا بعد هذه البيانات والتفاصيل إلى متى تبقون يا مراجع النجفي تضحكون على الشيعة على شيعتكم على شيعتكم الذين أأملوا في أن بعضا منهم سيعودون إلى أحضان إمام زمانهم إذا ما تابعوا برامج قناة القمر سيجدون الحقيقة الكاملة وسيجدون الصدق الواضح البين فعلى هذه الشاشة يطرح علم محمد وآل محمد وعلى هذه الشاشة يطرح فكر محمد وآل محمد وعلى هذه الشاشة تكشف عورات منهج حوزة الطوسي بالحقائق والوثائق والدقائق كل شيء بالأدلة والحجج والبراهين قناة القمر لا تطالبكم أن تصنموا شخصاً قناة القمر لا تطالبكم أن تصدقوا حديثها قناة القمر تقول لكم احترموا عقولكم إذا كنتم حريصين على دينكم فتأكدوا من حقيقة ما ينشر على هذه الشاشة على أي حال صار واضحاً بالنسبة لمراجع النجفي وللذين يتابعون هذا البرنامج صار واضحاً مقصدي وغاية من سؤالي إلى متى يا مراجع النجف ستبقون تكذبون على شيعتكم وتضحكون على شيعتكم أما آن الأوان أن تعودوا إلى ضمائركم وأن تنطقوا بالحق والصدق ما بيكون موحش شريف يقول هذا المنهج منهج أعوج وأنتم كلكم تدرون هذا المنهج أعوج على الأقل بعد أن بينتوا إعوجاجه وأنتم تتابعون برامجي أتبعكم قد يتصورون أني أقول كلاما حينما أقول من أنكم تتابعون برامجي لتسويق حديثي فأنا لا أعبأ بكم أساسا حتى أسوق حديثي بهذه الطريقة لكن الحقيقة هي هذه فأنتم تتابعون برامجي ولذا وجهت هذه الرسالة المفتوحة إليكم هناك عدة نقاط أريد أن أشير إليها كي ألم لم أطراف حديثي لإنهاء هذه الرسالة أولا لماذا هذه الرسالة وفي هذا الوقت الجواب موجز سياق عملي قادني إلى هذه الرسالة وليس هناك من شيء آخر سياق العملي ترتيب العملي ساقني إليها النقطة الثانية كان من المفترض أن تكون الرسالة هذه في الغرف المغلقة قد لا يكون سهلا عليكم أن تأتوا إلى لندن لكنه من السهل علي أن أأتيكم إلى النجا لكنه من السهل علي أن أكون بينكم في النجا وأن تكون الأحاديث في الغرف المغلقة وراء الأبواب ولست خائفا من التواجد في النجا ولست متكبرا ولا أعد تواجدي بينكم مشكلة أبدا إذا كان ذلك الأمر يوصل إلى خدمة صادقة لإمام زماننا لكنني ما فعلت شيئا من هذا لأنني لا أثق بكم فحينما سأخرج من الأبواب ستحرفون كل شيء لذا جعلت الرسالة مفتوحة وعبر الأقمار الصناعية وبالبث المباشر لأنني لو جئتكم وأغلقتم الأبواب وتحدثنا وخرجت بعد ذلك ستحرفون الكلام وستقولون ما تقولون فأنا أعرفكم جيدا النقطة الثالثة وماذا بعد أقول إذا أخذت رسالة هذه على محمل الجد فقد حققت غايتها أخذت على محمل الجد من قبلكم من قبل أصحاب القرار عندكم فإذا أخذت على محمل الجد حققت غايتها وإذا لم تأخذ على محمل الجد وأهملت لأي سبب كان فإنني قد حققت ثلاث غايات الأولى أقمت الحجة عليكم الثانية كشفت ما كشفت من الحقائق في هذه الرسالة لمن يريد أن يصل إليها أن يصل إلى تلك الحقائق وثالثا فتحت لنفسي طريقا كي أتحرك باتجاه خيارات أخرى مثلما انتقلت من الأسلوب الهادئ الذي يلتزم بالعبارات المؤدبة جدا إلى أسلوب فيه ما فيه من الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية لأنني وجدت هذا خيارا بالنسبة لي هناك خيارات أخرى عندي أمامي أربعة خيارات الخيار الأول أن أفتح الملفات السوداء وعندي الكثير منها الكثير منها وبالوثائق بالوثائق مراد من الملفات السوداء على سبيل المثال كملف اللواط في أجواء المرجعية السيستانية بشكل خاص في مؤسساتها وفي العتابات وفي العتابات التابعة في إدارتها للمرجعية السيستانية وفي أجواء حوزة النجف ليس في زماننا هذا فقط وإنما عبر الأجيال ومن كتب مراجع النجف ومن دواوين شعرهم ومن دواوين شعراء المنبر الحسيني من الطراز الأول عندي الكثير من التفاصيل فضلا عن التفاصيل المعاصرة التي تعج بها مراكز الشرطة في النجف وكربلاء حوادث اللواط في أجواء المعممين والتي تسعى المرجعية لإغلاقها بأي ثمن وهذا موضوع فيه تفصيل طويل فهناك خيار أمامي أن أفتح الملفات السوداء هناك خيار أقوى من هذا الخيار أن أتحرك وأستجيب للإعلام العالمي هناك الكثير من القنوات العربية العربية وغير العربية تفتح لي أبوابها شخصية مثلي وموضوعات كالموضوعات التي أطرحها يفتحون لي الأبواب على مصارعها لكنني طيلة السنين الماضية أنا الذي لا أستجيب فأقول من أنكم أهلي ولا أريد أن أستعين بالأغراب على أهلي إنما هو بيتنا ولذا أتحدث في قناة أنا الذي أسستها وأنا الذي أتصرف فيها وليس لأحد من سلطة عليها مطلقا لا من قريب ولا من بعيد لكن إذا أهلي ظلون طاع عظم فإنني سأستعين بالأغراب عليهم إذا ظلون طاع عظم يحاربون منهج أهل البيت سأستعين بالأغراب عليهم هذا خيار من الخيارات وخيارات أخرى ليس منطقيا أن أكشف كل أهرقي لكنني جئتكم بأمثلة من هذه الخيارات فقلت لكم هذه الرسالة إذا حملت على محمل الجد حققت غايتها أما إذا أهملت من قبلكم ولم ترتب عليها أثرا فإنني حققت ثلاث غايات أقمت الحجة عليكم بينت ما بينت من الحقائق للذين يطلبونها وفحت طريقة أمام نفسي وجدت المبررة لي أن أتحرك باتجاه الخيارات الأخرى ذكرت لكم الخيار الأول أن أفتح ملفاتكم السوداء ملفات حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا وأنا القدير على فتحها وعندي من المعلومات الهائلة التي ستذهلكم في هذه الملفات السوداء بالوثائق 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 والحقائق التي لا تستطيعون أن تنكروها وسأحرجكم جميعا عندي معلومات عن خصوصياتكم بشكل مكثف جدا وإذا ما شرعت فيها فإنني لن أتراجع مهما فعلتم والخيار الآخر إنها القنوات العالمية صدقوني أبوابها مفتوحة أمامي وحتى هي مفتوحة أمامي ولطالما عرض علي ما عرض ولكن الذين يشتغلون في الإعلام يعرفون هذا من أن هذه القنوات وهذه المؤسسات الإعلامية لها وكلاء لها دلالون لها مندوبون يتواجدون في كل مكان هنا في لندن في شارع أجوى الروت في أجوى الروت موجودون يجلسون في المقاهي العربية هؤلاء مندوبون عن هذه القنوات تُعطي للمندوب ربما مئتي دولار ثلاثمئة دولار وهو سيوصلك إلى الأماكن التي تريد أن تصل إليها هذه قضية معروفة في أجواء الإعلام أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكنني أقول لكم هذه الخيارات التي أمامي وهذه الخيارات خيارات مؤذية لكم بالنسبة لي أنا يتساوى عندي الليل والنهار لا أبالي لأنني لا أطلب سلطة ولا رئاسة ولا أعبأ بالناس هل مدعوني أو ذموني تأريخي يشهد بهذه الحقيقة فأنا لا أقول هذا الكلام للإعلام تأريخي عبر عقود من الزمان لا أبالي بالناس من القريبين مني أو من البعيدين قالوا أم لم يقولوا تكلموا أم سكتوا مدحوا أم ذموا صادقوني أم عادوني إلا أبالي هكذا علمتني الحياة وهكذا تعلمت من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما أقول هكذا علمتني الحياة عبر منهجي محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله علي عن قول الله عز وجل عن أبي خالد الكابلي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله علي عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيام وهم والله نور الله الذي أنزل وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر ما هو المطلوب بشكل موجز تتركونني وشأني أترككم وشأنكم شأني نشر فكر أهل البيت باللسان باللسان والقلم لا شأن لي لا بالسياسة وأحوالها ولا بالمرجعية وشؤونها ولا حتى بالمجتمع وتفاصيله نشر فكر أهل البيت بعيدا عن سياستكم وعن مرجعيتكم إذا ما اتفقنا على هذا لا بد أن يكون اتفاقا عشائريا مو اتفاق أمامنا اتفاق أمامنا الأمامنا غدارة فجر سفلة أصحاب العمائم محتلية لا بد أن يكون الاتفاق عشائريا ما يرتبط بالبرامج السابقة والأحاديث السابقة هذا راجع إليكم ترفعون انتقاصكم من أهل البيت من كتبكم ترفعون مجالس الخطباء التي تنتقص من محمد وآل محمد كمجالس الوائلي وأمثاله فإنني أرفع برامج أما أن ترفع برامج وقذارتكم موجودة على حالها هذا لا يمكن أن أفعله أبدا هذا أمر راجع إليكم ترفعون قذاراتكم حينئذ أقوم برفع برامج في الرد على قذاراتكم تلك ولا بد أن أخبركم أنني أتحدث مع مراجع النجف هناك العديد من الرسائل تصلني من تلامذتكم من موكلائكم المهمين وليس اليوم عبر سنوات ماضية يقولون يقولون لي تعال إلى النجف وافتح لك مكتبا هنا و جئنا بأموال من إيران صدقوني يا مراجع النجف هذه الرسائل تأتيني من داخل مكاتبكم من تلامذتكم من موكلائكم نصا هكذا يقولون لي منها ما هو مكتوب عندي ومنها ما هو شفهي منها ما هو بشكل مباشر ومنها ما هو بالواسطة يقولون لي تعال إلى النجف وافتح مكتبا هنا وفر لنا الأموال الرواتب ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس صدقوني وحق قرآني محمد وعالي محمد هذه الرسائل تأتيني أنا لا أعبأ بهذا الكلام لكنني أقول لكم هذا الواقع الذي أنتم فيه يقولون أنا لا أعبأ بكل هذا لكنني أخبركم بواقعكم الذي أنتم فيه هكذا يقولون لي يقولون لي من أن دين محمد وآل محمد هو هذا الذي تطرحه أنت وهؤلاء دينهم دين ضلال لكننا لا نستطيع أن نعترض وحياتنا ومعاشنا ومعاش أسرنا بيد هؤلاء يقولون لي تعالى إلى النجل وأفتح مكتبا كبيرا واجلب لنا الأموال من أي مكان من إيران من تركيا من الإمارات هذه الدول تعطي أجلب لنا الأموال ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس صدقوني هناك من المراجع الموجودين الآن أقصل لي رسائل ووعودا وليس من واحد من أكثر من واحد من دون طلب مني وأنا لا أعبع بكل هذا أنا أرهل الجميع في سلة واحدة يقولون لي من أن المرجعية إذا أصبحت لنا وأزحنا محمد رضا السيستاني فإننا سندعوك بشكل رسمي إلى النجف وسنضع بيدك كذا وكذا وكذا أنا لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل فربما ستعرف هذه الشخصيات وأنا لا أريد أن أتحدث عنها وصدقوني هناك من وجه لي دعوة في هذه الأيام بعد الأربعين أن أكون في النجف وهناك برنامج كبير مرتب لذلك لكنني لا أبهالي بهذا لأنني أرى الجميع في سلة واحدة مشكلتي ليست مع الأشخاص مشكلتي مع المنهج ولذا أقول اتركوني وشأني أترككم وشأنكم وإلا فأمامي خيارات عديدة تحدثت عن بعضها وستعود بالأذى الكبير عليكم أنا لست راغبا فيها لكن سياق العمل سيقودني إليها هذه هي طبيعة الحياة وهذه طبيعة العمل وهكذا تجري الأمور هناك كلام كثير لو كنت جالسا معكم وراء الأبواب لحدثتكم عنه فليس كل كلام يمكن أن يذاعى أو أن ينشر على شاشات التلفزيون نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيئ كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه أقول للشيعة الذين يصنمون هؤلاء المراجع أقول للشيعة الذين يصنمون هؤلاء المراجع تدبروا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة التغاب يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع إنه يوم القيامة الكبرى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب إلى آخر الآية الكريمة ما المراد من يوم التغاب يغبن الإنسان حينما يكون بإمكانه أن ينال شيئا ثمينا لكنه بسبب جهله بسبب كسله بسبب وسبب وسبب لن ينال ذلك الشيء الثمين مع أنه كان بإمكانه أن يناله لو سعى إليه لناله يوم القيامة يوم التغاب من تساوى يوماه فهو مغبون كان بإمكانه أن يجعل يومه الثاني أفضل من يومه السابق من يومه الأول هناك يشعر الإنسان بندم لا مثيل له حينما يتذكر من أن الأسباب كانت مهيئة له ولكنه لم يتحرك باتجاهها وهذا سيحدث بالضبط في يوم الظهور أيضا يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إنه يوم الظهور هو أيضا يوم تغاب الرجعة كذلك يوم تغاب أيام الله هي أيام تغاب الحديث هنا عن يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب سأنقل لكم صورا من الكتاب الكريم تتحدث عن حسرة الإنسان وعن ندمه أذهب بكم إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الثانية والعشرين بعد البسملة أتمنى عليكم أن تتدبروا معي وقال الشيطان لما لما قضي الأمر بعد أن وضع كل شيء في نصابه بعد الحساب وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أنا لن أنفعكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم لن يتمكن الإنسان من الشيطان لماذا لأن الإنسان هو الذي مكن الشيطان من نفسه فلن يستطيع أن يأخذ حقه من الشيطان هو الذي سلط الشيطان على نفسه بالضبط مثل ما عندنا في قوانين عالم الدنيا من أن دعاء الزوج على زوجته لا يستجاب قطعا في بعض الحالات يمكن أن يستجاب دعاء الزوج على زوجته لكن في العموم دعاء الزوج لا يستجاب إذا كان على زوجته لماذا لأن الله يقول للعبد إن أمرها بيدك بإمكانك أن تطلقها فلماذا تدعو عليها بالهلاك طلقها وحينئذ ستكون بعيدة عنك وستكون بعيدا عنها طلقها فإن أمرها بيدك فإن الله لا يستجيب دعاءك عليها بالهلكة يمكن أن يستجاب الدعاء في بعض الحالات لكنني أتحدث عن العموم وكذا الذي يقرض شخصا مالا لا يثق به لم يكتب عليه كتابا لم يشهد عليه شهودا فأنكر عليه ماله فإذا ما دعا عليه فإن دعاءه لا يستجاب لأن الله يقول له من أنني قد أمرتك أن توثق دينك أن تعتمد على الشهادة والشهود لماذا لم تفعل ذلك المشكلة مشكلتك أنت العيب فيك قطعا هذا الأمر لا يكون في كل الحالات مطلقة لكن في العموم أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في يوم القيامة كذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل للشيطان شيء لأن الشيطان لم يكن قد تسلط على الإنسان من دون أن يفتح الإنسان الإنسان فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم هذا يسبب ألما للإنسان يسبب ألما شديدا للإنسان حتى إن كان من أهل الخير الآية هنا تتحدث عن أهل الشر وعن الذين سيحشرون إلى نار جهنم مع الشيطان ولكن أهل الخير أيضا سيندمون إنه يوم التغاب أذهب بكم إلى سورة البقرة إلى الآية السادسة والستين بعد المائة بعد البسملة وما بعدها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون من الذين اتبعوا لماذا لأن الذين اتبعوا هم الذين سلطوهم على أنفسهم وهذا لون عذاب لون عذاب نفسي شديد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مع حسراتهم وهذا يكون في أهل الخير ويكون في أهل الشار حينما أقول يكون في أهل الخير يعني من الذين سينالون الشفاعة ولكن الندم سيكون موجودا لأن الذين سينالون الشفاعة كثير منهم هم من أناس فرطوا وفرطوا وفرطوا في حياتهم إذ تبرأ الذين اتبعوا الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون وليس الذين اتبعوا الذين اتبعوا لا يستطيعون أن يتبرأوا من الذين اتبعوا وتبقى هذه في نفوسهم تبقى هذه الحسرات إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا ليت أننا نستطيع أن نتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذه صور ولوحات مؤلمة جدا من صور يوم التغاب في سورة سبأ في الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول هؤلاء يلقون بالمسؤولية على هؤلاء يقول الذين استضعفوا وهم الذين اتبعوا للذين استكبروا وهم الذين اتبعوا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم السنتهم طويلة بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار هذه الأكاذيب وأساليب الدجل التي تقوم بها المرجعية حيث تضحك عليكم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأسر الندامة لما رأه العذاب ولكن ولا تحين مندم لكما يقول البيان ولا تحين مندم ولا تحين مندم هنا ولا تحين مندم في بيان السستاني هذا للضحك على الذقون وأسر الندامة لما رأه العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الذين كفروا كفروا ببيعة الغدير الكفر في القرآن في مرحلة التأويل هو كفر ببيعة الغدير والذين كفروا ببيعة الغدير صنفان نواصب سقيفة بني ساعد أنكروا الغدير جملة وتفصيلا ونواصب سقيفة بني طوسي أقروا بالغدير لسانا وأنكروا مضمونه وإلى ذلك يشير صاحب الأمر ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا خطاب صاحب الأمر إلى أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة أقرأ أقرأ عليكم الآيات مرة أخرى ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين حينما يوقفكم أمير المؤمنين في يوم القيامة ويقول لكم حتى لو كنتم من أهل الشفاعة لماذا أبطلتم صلواتكم بعدم ذكر الشهادة الثالثة ستقولون من أن السيستانية ومن أن بشير النجفي ومن أن فلانا وفلانا أصدروا لنا الفتاوى قال الذين استكبروا للذين استضعفوا سيقولون لكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين مثل ما يتحدثون عنكم يقولون عنكم من أنكم بهائم وهذه البهائم تريد أحدا يركب على ظهورها إذا لم نركب على ظهورهم فإنهم سيثورون بوجوهنا صدقوني هذا كلامهم هذا كلام مراجع النجفي وكربلاء في أجوائهم الخاصة يبررون لأنفسهم هذا الهراء هذا هراء ولكنهم يبررون لأنفسهم تجهيلكم وتضليلكم وإبعادكم عن منهج العترة الطاهرة قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل هو النهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا بعلي وأهل العلي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أقول للجميع أقول للجميع ما يعرض على شاشة القمر هو فكر علي وآل علي الأصيل وهؤلاء مراجع النجف يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يكذبون عليكم وأنا لا أبالي أنا لا أبالي بما يقولون لأنني على بصيرة من أمري وأنا متأكد من أن الغلبة والفوز لفكري علي وآل علي لا أتحدث عن نفسي أنا رقم من الأرقام ولهذا الفكر إمام يحميه هو الحجة ابن الحسن أنا رقم من الأرقام أنا سأذهب ويأتي غيري نحن أرقام لكن طوفان فكر علي وآل علي سيشتاحكم سيشتاحكم في زمان الغيبة في زمان الظهور في زمان الرجعة سيشتاحكم سيشتاحكم زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا الضمان وأين في قصر يزيد فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها ترحض يعني تنظف تطهر ومن هنا يقال له المرحاض مكان عزالة القذر ولا ترحض عن كعارها فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عن كعارها وهل رأيك إلا فنات وأيامك إلا عدت وجمعك إلا بدت سلام سلام على فاطمة سلام على إمام الأئمة والسيدة القيمة سلام على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ختام رسالة المفتوحة إلى مراجع النجف هو هذا زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلاه أسألكم الدعاء جميعا في أعمال الله ترجمة نانسي قنقر